من الأخبار اللي حصلت المبارح للأخبار المنتظر حدوثها اليوم النهاردة هتنتهي امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعوب الأدبية هيمتحن 255 ألف طالب وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ألف مبروك وصلته لنهاية الماراثن وبرضو مش أخر الدنيا امتحانات الثانوية عامة ولا النتيجة ولا التنسيق ولا الجامعة مش أخر الدنيا انبسطوا كمان النهاردة على منصة حصص مصر يتم إذاعة بث مباشر لمراجعة مادة الاستاتيكا الساعة 2 الظهر لطلاب الثانوية العامة كمان النهاردة هيتم إطلاق مبادرة مصر بلا غرقة على مستوى جميع مراكز الشباب والأندية الرياضية والمؤسسات الشبابية في شمال سيناء وحتضمن المبادرة كل الفعاليات والتدريبات العملية لتأهيل الشباب المشارك على الإنقاذ من الغرق النهاردة هتغادر بعثت المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي بعد ملاعب مباراة أستراليا وكسبوها في ختام المجموعة الثالثة بالدورة الأولمبية وهتتوجه لمدينة سايتاما في توكيو ده لمواجهة البرازيل يوم السبت الجاي في دور التمانية وهنقول يا رب ربنا يا رب يكرمهم ويفرحونا كده زي ما فرحونا كلنا مبارا ويا للعجب وأنا بنتكلم على الأولمبياد النهاردة في مطشف الدوري المصري النهاردة الأهلي حيلعب أصوات الساعة 7 بالليل على استاد بيترو سبورت في الجولة السبعة عشر من الدوري المصري الفرق في أوروبا بتستعد للدوري الجديد اللي هيبتدي كمان كم أسبوع ومنتخبات بتلعب الأولمبياد ومنتخبات كانت بتلعب طولة أوروبا ومنتخبات كانت بتلعب طولة كوبا أمريكا وإحنا لسه في الدوري ومنا المرجح ما كانش منا الأكيد بعد تأهل مصر لأدور التاني في الأولمبياد الدوري المصري حيتأجل يا جماعة تاني عشان الأهلي والزمالك وبرامدزي العبوا بلعبتهم اللي موجودة مع المنتخب الأولمبي ففي الغالب كده بعد ماتش أصوان احتمال الأخبار بتتقال قدينة عاديم مستنين ما فيش خبر رسمي لغاية دلوقتي بس الدوري احتمالي يتأجل تاني ويتوقف لحين عودة المنتخب المصري الأولمبي ويستمر مارثون الدوري المصري إلى ما لا نهاية كل التوفيق لكل الفرق اللي في الدوري وينفسهم الطويل